من الصغيرة إلى الكبيرة ومن الهمشية إلى الأساسية الكتل السياسي في العراق تدخل دوامات خلافات داخلية تنذر بتفكك هذه التحالفات التي بنيت على أساس المصلحة والمنفعية فبعد تداول أنباء عن بروز قسامات داخل الإطار التنسيقي انتقلت العدوى أخيرا إلى الكتل السنية والكردية المنقسمة بالأساس الأمر الذي يراه مراقبون بأنه يهدد الاستقرار النسبي لحكومة محمد شيع السوداني تقارير صحفية كشفت عن انقسامات حادة يشهدها الإطار الذي يضم قادة الأحزاب الشيعية باستثناء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المجتمع بالأساس على تشكيل حكومة منبثقة من جميع أطراف الإطار وتقاسم حقائبها الوزارية والمناصب القيادية انقسامات تحولت إلى ضغوط على السوداني وباتت تمثل خطرا على حكومته التي لم تكمل بعد بضعة أشهر من عمرها تقول التقارير أن نور المالكي يريد الاحتفاظ من نفوذه على السوداني باعتباره وزيره القديم والعضوى السابق في حزبه بينما يطمح قيس الخزعل وأمار الحكيمي الاستدراج السوداني لكفة ما يسمونهم الجيل الشاب الذي يمثل الطيف الواسع من الميليشيات هذا الأمر أثار غضب المالكي وقلقه لأن هناك من يفترض أن السوداني لا يريد وضع كل غلاله في سلة المالكي وعلى المستوى السني وبعد إنهاء عضوية أحد النواب أصيب تحالف الحلبوسي بصدمة ثانية تمثلت بانسحاب رئيس حزب تقدم في محافظة ديالة للدهلك من تحالف السيادة نتيجة اتهام الحلبوسي بالتفرد بالقرار دون الرجوع إلى شركائه السياسيين وليس ببعيد عن الأحزاب السنية بدل انقسام الكردي الكردي واضحا لدى الحزبين الرئيسين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني انقسامات وصلت لتلويح أعضاء الاتحاد بالانسحاب من حكومة أربيل مستجدات سياسية ساخنة على مسرح العملية السياسية تنذر بسيناريوهات خطيرة على مستوى الصراع الحزبي